أهلا بحضراتكم من جديد بنأكد على حضراتكم أنه النادي الأهلي أحرز هدف أحرزه علي معلول من ضربة جزاء أمام نادي بيرميدز في دولة الإمارات الشقيقة وده يعني ماتش السوبر وفي حالة من الفرحة طبعا عند جماهير النادي الأهلي ويعني ده المعتاد الحقيقة من الكرة المصرية ماتش مش سهل أبدا على الفريقين ويعني نحن نتحدث في الشوت الثالث شغال فليلة كروية مصرية عظيمة الحقيقة ومشهد مصري غاية في الروعة كأس السوبر المصري ده المعتاد منه يعني كل فريق بيبقى جاي عنده دوافع قوية للفوز ويعني كمان الكأس السندي متغير معمول في لندن ومختلف وشكله جديد فهنشوف مع حضراتكم كمان حفل التتويج لكأس السوبر وهيحيي الفنان تامر حسني فليلة مصرية كروية جميلة جدا الحقيقة وطيبة بشكل كبير وكل أهلين المقتربين سواء في الدول العربية أو حتى المصريين اللي سفروا من هنا لهناك عايشين حالة من الفرحة والمحبة بشكل كبير جدا جدا قبل المطر حتى كانوا يعني على كل الشاشات متابعين بتصوروا مع الفرقتين اللي قدروا يعني يشوفوهم منهم وكان في حالة حلوة ما بين اللعيبة وده المهم الروح دي نهى نفضل محتفظين بيها هو ده المهم ومهم جدا أن دي تبقى صورة الكرة المصرية في أي دولة يعني بتمثل فيها الكرة المصرية